يعتبر القلون من الإجزاء الرئيسية في الجسم والتي يجب على الإنسان أن يحافظ عليها بصحة سليمة وجيدة فقد يواجه البعض مشاكل في القلون ومن أهمها الإمساك والإسهال والمغص وانتفاخات البطن الأمر الذي يسبب الآلام والحرجة ويعتبر الشمر من أهم الأعشاب التي أتبتت فاعليتها في التخلص من مشاكل القلون عند الإنسان وهذا نتيجة لقدرته على علاج حالة انتفاخ البطن المصاحبة لمشاكل القلون وتريقة الاستخدام تكون من خلال تحن ملاقة من بذور الشمر ووضعها في كومن الماء المغلي وتركه لمدة خمس دقائق ثم يصف ويشرب يعالج الشمر انتفاخات البطن بشكل فعال لأنه يساعد لترضي الغازات الزائدة نتيجة الاحتواء على حمض الأسبارتيك لذا يمكن لجميع مرضى القلون كبارا كانوا أم صغرا استعمال عشبة الشمر لعلاج انتفاخ البطن أجبت الدراسات العلمية أن مضغي بذور الشمر يساعد على تسهيل عملية الهضمة كما يتخلص من رائحة الفم الكريهة وعرف الشمر قديما بشكل أساسي عند الهند في علاج عسر الهضمة إن عشبة الشمر مفيدة جدا لعلاج حالة الإسهال في حال كان سبب مشكلة القلون عدوى بكتيريا حيث يحتوي الشمر على مكونات الأتينول والسينول التي أثبتت فعليتها في عملية التطهير والتخلص من الجراتيم والسقدم الشمر منذ القذن في علاج حالة الإسهال يساعد في علاج حالة المغس نظرا لإحتواء عشبة الشمر عن نسب عالية من خصائص مضادة للتشنجات كما يساعد على تقليل التوتر عند مرضى القلون ويعمل لمنح الجسم شعورا بالإسرخاء يعالج حالة الإمساك حيث يساعد الشمر على زيادة حركة الأمعاء وتحفيزها ويزيد من إنتاج عصرة الصفراء وعصرة المعذة وذلك عند تناوله بشكل مطحون ويعتبر الشمر أيضا ملينا طبيعيا للأمعاء تناول وجبات صغيرة ومتعددة لأن مرض القلون تحدث لديه تقلصات وتشنجات في الأمعاء يؤديان إلى إبطاء أو إسرعي في حركة الأمعاء مما ينتج عنه حدوث الإسهال أو الإمساك فكلما كانت الوجبات أصغر يقل الحمل على القلون فتقل التقلصات وبالتالي يقل التعرض إلى الإمساك والإسهال والآلم الناتج عن هذه التقلصات تأخذ الدهون وقتا ومجهودا أكبر من الجهاز الهضم ليتم هضمها مقارنة بباقي العنص الغذائية ويزاد الأمر عند مرض القلون فعند تناول الأغذية العالية بالدهون تزداد حدود اضطرابات وتقلصات في الأمعاء مما يؤدي إلى زيادة أعراض القلون وخاصة الإسهال تجنب بعض الأغذية المسببة للانتفاخ وذلك بمراحظة ما هي الأغذية المسببة للانتفاخ والغازات وتجنبها وهي تختلف من شخص لآخر فالأطعمة المسببة للانتفاخ عند البعض قد لا تؤثر عند البعض الآخر ومن بين هذه الأطعمة البقوليات مثل الحمص والفل والعدس والفصولية البيضاء والخضار الصليبية مثل البروكلي والملفوف والقرنبيط والبصل والتوم بعض الأشخاص لديه حالة تعرب بعدم تحمل اللاكتوز حيث أن اللاكتوز هو سكر يوجد في الحليب ومشتقاته وسببها نقص في أنزيم اللاكتوز المسؤول عن هضم سكر اللاكتوز فعند تناول الحليب لا يهضم هذا السكر بشكل كامل فيتخمر في الأمع وينتج عنه غازات والطيرابات وهي أعراض مشابهة للقلون العصبي وينصح هؤلاء الأشخاص باستبدال الحليب العادي بالحليب الخالي من اللاكتوز تجنب المشروبات الغازية لاحتوائها على غاز تاني أكسيد الكربون الذي يسبب انتفاق وينتج غازات في الجهاز الهضمي على عكس ما يعتقده البعض بأن المشروبات الغازية تساعد على الهضم حاول البعد عن التوتر والضغوطات النفسية وتجنب تناول الطعام عند الإحساس بالتوتر بحيث تشير دراسات إلى أن العوام النفسية كالقلق والتوتر تحدي التغييرات كيميائية في الجسم تؤثر على العمليات الحيوية ومنها عملية الغضمة وإلى هنا ينتهي موضوع حلقتنا هذا اليوم نشكركم على الحسن المتابعة وإلى اللقاء